يعتبر الوقود في ليبيا الأرخص بين دول العالم بفضل دعم حكومي يصل إلى 85% من قيمته لكن خبراء لا يرون ميزة اقتصادية في دعم السلع الأساسية لما يسببه من إرهاق للميزانية التي تكبدت عجزاً هذا العام يقدر بنحو 16 مليار دولار هذه السنة الدولة الليبية صرفت على المحرقات فقط حوالي أكثر من 8 مليار دينار ليبي جل هذه الدعم وجزء كبير منه ذهب لشريحة محدودة في المجتمع الليبي وهي الشريحة التي تقوم باستغلال هذا المصدر وتهريبة لدول الجوار أوصل مصرف المركزي الليبي بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة وبينما تعترف الحكومة بضعف أداء موظفيها فإنها تقول إنها وفرت أكثر من ملياري دولار بسبب إجراءات منع ازدواجية الرواتب نحن الآن أمام تحديات كبرى اللي هي الميرات الأكبر لنظام استمر أكثر من أربع عقود مبني على هذا الفساد أو أصبح هناك ارتباط عضوي بين المنظومة الإدارية الموجودة في تلك الفترة والفساد باعتبار أنه أهم مكونات ملحة القوة ومكونات بقاها يقدر فائض الصيولة في البنوك التجارية بأكثر من ثلاثين مليار دولار يرى خبراء إمكانية الاستفادة منها في تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية المتوقفة منذ قرابة أربع سنوات إلى جانب الحاجة لتأهيل نظامي الضرائب والجمارك الذين تراجعت إيراداتهما إلى سبعة في المئة أكثر من ثلاثين مليار دولار خسرتها ليبيا هذا العام بسبب تراجع إيرادات النفط مقارنة بالعام الماضي مما دفع البنك المركزي الليبي لدعوة الحكومة إلى تغيير سياسة الاعتماد على النفط في ميزانيتها وهي دعوة قد تطال الدعم السلع الأساسية والمحروقات سامر علاوي الجزيرة طرابلو التي تكبدت عجزا هذا العام يقدر بنحو 16 مليار دولار هذه السنة الدولة الليبية صرفت على المحروقات فقط حوالي أكثر من 8 مليار دينار ليبي جل هذه الدعم جزء كبير منه ذهب لشريحة محدودة في المجتمع الليبي وهي الشريحة التي تقوم باستغلال هذا المصدر وتهريبة لدول الجوار أوصل مصرف المركزي الليبي بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة وبينما تعترف الحكومة بضعف أداء موظفيها فإنها تقول إنها وفرت أكثر من ملياري دولار بسبب إجراءات منع ازدواجية الرواتب نحن الآن أمام تحديات كبرى اللي هي الميرات الأكبر لنظام استمر أكثر من أربع عقود مبني على هذا الفساد أو أصبح هناك ارتباط عضوي بين المنظومة الإدارية الموجودة في تلك الفترة والفساد باعتبار أنه أهم مكونات ملحة القوة ومكونات بقاها يقدر فائض الصيولة في البنوك التجارية بأكثر من ثلاثين مليار دولار يرى خبراء إمكانية الاستفادة منها في تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية المتوقفة منذ قرابة أربع سنوات إلى جانب الحاجة لتأهيل نظام الضوء